وطبعاً لازم يكون الكلام في يوم أو أول يوم مرحلة تانية من الانتخابات يكون عند الانتخابات الحقيقة فيه توقعات زي كم نتكلم في المقدمة توقعات مخاوف وتفاؤل بشكل عام وترقب وترقب وحذر أكيد يا رب خير إن شاء الله بإذن الله يا رب الاعتفادة كل ما حصل في المرحلة الأولى ويكون فيه شكل أحسن للعملية الانتخابية النهاردة حنتكلم برضو عن هذا الموضوع وتحديداً يمكن حنركز على الصعيد النهاردة حيكون معانا الأستاذ المحلل أو الكاتب السياسي الأستاذ جبال أسعد عبد الملاك صباحاً خير يا فاند صباحاً خير يا فاند صباحاً خير يا فاند يمكن توقعات حضرتك لسير العملية الانتخابية اليوم وخاصة في الصعيد لا يعني هو أولاً المرحلة الأولى وبعد صورة يناير يعني الفوارق أزيلت بين الصعيد وغير الصعيد يعني كان هناك تحليلات تقليدية أن الصعيد له سمات خاصة خصوصاً في الانتخابات بيتجه نحو التصويت القبلي والعشائري والعائلي إلى آخره ولكن المرحلة الأولى وكان فيها طبعاً محاوظات صعيد مثلاً كان أصيوت أصيوت طبعاً واللي كانت مفاجأة كبيرة جداً المرحلة الأولى وبصراحة شديدة وبرضو بمفاجأة أن كل التوقعات التقليدية انتهت فلم يكن هناك تصويت لا قبلي ولا إلا كان طائفي ودي قصة نحكي به يعني كان هو الوحيدة كان للأسف مش رسوط على كل المستويات التسع محافظات كانت رسوطاً طائفياً ولكن بدليل أنه كانت التصورات أن يكون هناك أتباع الحزب الوطني أنا أتباع الحزب الوطني وكان هناك صراع بين القانون يصدر أو لا يصدر يترشح أو يترشح ولكن كان هناك توقعات أن يفوزوا بمقاعد من خلال طريباتهم العائلية والقبلية وتاريخهم البرلماني المفاجأة أنه لم ينجع أحد والرموز الضخمة جداً في الحزب الوطني حصلوا على أصوات مغجلة هذا هو التغير الحقيقي من وجه نظر حقيقي التغير ده حصل ليه؟ أولاً يعني لا نستطيع ألا نتحدث عن التغيرات الحقيقية التي حدث من الصورة هناك على فكرة الصورة حتى هذه اللحظة لم تكتمل الصورة حتى هذه اللحظة يعني قوبلت بمصاعب غير عادية إنما الإيجابية الوحيدة التي ظهرت على السطح وبتمارس هي كسر حاجز الخوف وإلهاء خطوط حمراء كثيرة مما جعل المواطن الآن يشعر بالمواطنة ويتهساوى مع كل قيادة حتى فكرة الخيادات حالياً مش في داخل الضمير الجامعة المصري يعني فكرة الوزير فكرة اللواء فكرة المحافظ دي دي أزيلة طبعاً دي دي إيجابية بس سلبيتها بقى ألا تستمر يعني عندما نعيد بناء مؤسسات الدولة يجب أيضاً أن نضع كل الأمور في النصاف هذا الإحساس جعل هناك فعلاً إقبال غير عادي من الجماهير وكان كاسراً لحواجز تقليدية بس للأسف والأسف الشديد أنه عندما تم الاستفتاء في 19 مارس وتم معروسة طائفية بين مسلمين ومسيحيين فوجئنا وصعيقنا بأن الانتخابات في المرحلة الأولى أيضاً تمت على زي الأرضية بس يفادي ممكن تسمعنا في البداية خالص أنه مفيش أحزاب هتتم على أسس دينية وأنه مفيش أدعاية هتتم على أسس دينية ودي التكوزات اللي فعلاً حصلت موجودة في الاستفتاء وقلنا هنستفيد منها وحنحاول نحن نتفداها ونتجنبها لكن زي ما حالك قلت ده اللي حصل في المرحلة الأولى يعني ما كانتش مفاجأة هو محالة تانية هو محالة تانية هي مش مفاجأة وبنفس النجاب تقريباً هي مش مفاجأة الأهم أن الدستور يمنع قيام أحزاب على أسس ديني بزبط أن قانون الأحزاب يمنع قيام أحزاب على أسس ديني بزبط أن المناخ العام يمنع قيام أحزاب على أسس ديني خاصة أن لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية في الإسلام بزبط ولكن للأسف الشديد في مصر حتى هذه اللحظة كانت قبل يناير وما زالت حتى الآن هناك قوانين لا يتم تفعيلها وهناك دستور لا يتم تفعيل مواده وتعديلات دستورية بدليل بدليل أن اللجنة العليا للانتخابات يعني جاعد تتفرج معنا في المرحلة الأولى دعاية أمام المقر الانتخابية دعاية دينية رشاو انتخابية ويتحدث رئيس اللجنة ويقول أن هناك تحقيقات وأن هناك من تعد المبالغ المعتمدة للدعاية الانتخابية حتى زي اللحظة لا نرى التحقيقات ولا الأسماء ولا الأشخاص هذه هي الآفة الحقيقية التي نعيشها الآن تفعيل القانون ولا بد وتفعيل القانون طبعا تفعيل القانون على بكر وبالمناسبة برضو يعني ما زالت وستظل الدعاية الانتخابية على الهزة الديني وأمام اللجان ورشاو انتخابية سواء سابقة أو لاحقة وذي الاشكالات الحقيقية اللي ممكن يعني ممكن نتحدث عنها في إطار إيه؟ يعني هناك تزوير من خلال السلطة كما كان قبل يناير يعني أمن الدولة والسلطة والمحافظ ورئيس المركز يتدخل إنما إحنا الآن نعيش في مرحلة رأيي إنها أخطر وأصعب بمعنى أن هناك فكرة التزوير قد اعتدنا عليها فأصبحت سمة من سمات تكويننا العاطفي فالتزوير يأتي من داخلنا نحن بمعنى يعني الذي حدث ويحدث على كي نكون صرحاء الذين يعملون في اللجان المساعدون اللي هم الموظفين يعني هم الذين يقومون بالتزوير ومش أمن الدولة ومش الشرطة إنما كل منهم حسب توجهه فيبدأ يبقى متعاطف مع حزب ما أو مع شخص ما وهذا اللي يجب أن يكون حسب قانون برس حقول السياسي هذه باجة آفة مصرية يعني يمكن أن نتغلص منها عندما تنتشر ما يسمى بثقافة الديمقراطية هي هذاك عارف فندم أنا المشكلة إن عارف يقولك البيض والفرخة يعني نبدأ من المشكلة بمعنى إن ما هو زي ما فيه لهم بييجي على القيادات أو المعنيين بالأمر أو الأحزاب فيه برضو لهم بييجي على الناخبين ولكن في نفس الوقت ما احنا مش عارفين إنهم من ناخبين أوي علشان إحنا عندنا مشاكل جهل وأمية وعدم وعي واحتياج فهي أعتقد نحن بندور في حلقة مفرغة حلها إيه لا هي مش مفرغة دي بالذات مش مفرغة بمعنى إيه أصر المفرغة أن تسلمك منطقة لمنطقة أخرى في نفس المركز إنما نريد أن نقول الديمقراطية ليست هي صندوق الانتخابات صندوق الانتخابات هو الجانب الإجرائي من الديمقراطية ولكن الأهم هو الجانب القيمي من الديمقراطية نحن الآن نتحدث اليوم والمرحلة الأولى والمرحلة الثالثة وبعد الانتخابات سنتحدث عن إجراءات الصناديق والخضاء والمشرفين والفرز والأعداد هذه جميعها إجراءات انتخابية وإجراءات في إطار الديمقراطية ولكن لم نتحدث عن القيم الديمقراطية اللي بتعني ثقافة تصل إلى وعي سياسي يشكل موقفا سياسيا فيؤدي إلى رؤية سياسية فتختار الاختيار الصحيح والسليم بكامل حريتك دون وصاية دينية أو اجتماعية أو اقتصادية طيب لو نيجي بقى نعرف تعليق خضرتك على فوز الطيرات الإسلامية في المرحلة الأولى الطيرات الإسلامية طبعا في المحلولة كان متوقع للإخوان المسلمين بس ليس بهذا العدد خصوصا قبل الانتخابات وغياب الإخوان يوم 19 نوفمبر يعني الأسهم قلت ولكن حدث بجماعاتهم أكثر وأكثر هو الانتخاب على أرضية طائفية فعندما قيل أن هناك أقباط سيصوتون الكتلة ومسلمون سيصوتون الطير الإسلامي تم استغلال هذه اللعبة تماما فدائما يحصز حج المعاكس يعني عندما يكون هناك مدلة حدث يعني فيه مثلا ناس مسلمين مش إخوان ومش يصوتوا الإخوان ولكن الشحن الطائفي أن المسحيين في جانب والاتجاه معين فجعل كثير من الناس الذين لا يؤمنون بالإخوان يذهبون يصوتوا ليسوا حباً بالإخوان ولكن تأثراً بطرح الطائف الذي تم هذا أدى إلى استفزاز عدد ضخم للخروج مما أدى إلى زيادة نسبة التصويت وأدى إلى هذه النسبة التي حصل عليها طارد ديني حليك شخص إن حزب النور إنما حزب النور بقى هو ده المفاجأة بالزبط حزب النور المفاجأة هو مفاجأة لإننا لم نستطيع حتى هذه اللحظة أن نرصد التواجد الفعلي في الشارع للتيار السلفي مش لحزب النور إن حزب النور أحد أحزاب المعبرة عن التيار السلفي ولكن التار السلفي أبعد وأشمل وأوسع من هذا لأنه لم يمارس السياسة فلم يتم رصده سياسية ولكنه كان موجود خاصة إنه لا يشكل تنظيماً له هيكل تنظيمي له معبرة عن جماعات وكل جماعة لها شيخ وكل جماعة تتأثر برؤية الشيخ على فكرة هو وتختلف من جماعة إلى جماعة إلى جماعة إلى جماعة ولكن لن توجد ما قبل أخوان المسلمين في الجمعيات العمل الأهلي والخير كذلك كمان الأخوان المسلمين على المواطن ولكن ليس فيطار سياسي ولا من خلال خريطة انتخابية الذي تم بعد ما خرجوا من القمقم وجالوا إحنا بجاء مع الصورة وفي السياسة بدأوا يتعاملون مع الأرضية الاجتماعية التي لهم علاقة بها من خلال المعونات التي تقدم حولوا هذه الخريطة إلى خريطة انتخابية واعتقد أن لو تم توحد معين مع السلفيون وبيجوا تنظيم هيكون أقوى وأخطر من الخلال المسلمين طيب الأصوات التي كانت بتنازي يا فندم بتأجيل الانتخابات يعني بغض النظر عن انتفاقنا أو اختلافنا بس هل تعتقد أن تأجيل الانتخابات كان ممكن يكون فيه أداء أحسن سواء للناخب أو سواء للمراقبين كان ممكن تبقى العملية الانتخابية فعلا بطريقة أكتر واعلا ولا ما كانتش فرق التوقيت لأن المشكلة أكبر من كده بكتير الدعوة التي كانت بتأجيل الانتخابات لم تكن الانتخابات بحد ذاتها ولكن كانت فكرة هي معركة الدستورة من الانتخابات يعني كانت تأجيل بهدف أن يتم وضع الدستور أولا حتى نؤسس أسيسا حقيقيا لما سنبني عليه بس بعد حتى ما كمان وضعت يعني خلاص عملنا الدعتاد الدستورية وتم الموافقة على هذه التعديلات لحد 19 نوفمبر كان برضو بيقال أن لأ يجب أن يكون وقفة والانتخابات ما يفعش تتم دلوقتي لأسباب منها أمني ومنها سياسة التعديلات الدستورية اللي تمت للسفتاء عليهم 19 مارس هذا مأزق لم يدري به الجميع إلا بعد نتيجة الاستفتاء وبعد صدور البيان الدستوري في دارتين مارس إحنا فوجئنا أن القضية دخلت في منحة لا علاقة له لا بالطرح ولا بالاستفتاء ذاته يعني نستفتع على 9 مواد ثم نكتشف 9 مواد خاصة بالدستور راحت 70 لأن تعديلات مواد دستورية دستوري ايه؟ 71 يوم 30 مارس يسقط دستور راحت سبعين ويطلع بيان دستوري مش ممكن يكون بيان دستوري وهذا بقى بصراحة شديدة يعني كان يهدف سواء بقصد أو بدون قصد من المجلس العسكري يدري أو لا يدري دي قصة التاريخة يحسمها طبعا كان هذا لصالح الإخوان المسلمين تحديدا السلفين لسه ما كانوش بمعنى أن تغيار موجود وتنظيم موجود للشارع وبالتالي عندما يحدد البيان الدستوري والتعداد الدستورية أن الدستور سيوضع بلجنة تأساسية سيتم انتخابها من مجلس شعب يبجأز الأغلبية هي التي لها السيطرة وهي التي ستشكل اللجنة التأساسية وبالتالي يكون لها الأطوال في عملية تحديد الدستور وهذه هي القصة التي عشناها والتي سنعيشها حتى يتم وضع الدستور ما هو فعلا نحن دلوقتي يمكن بقالنا كام يوم ما بين تصريحات لجنة تأساسية بالذات عن اللجنة التأساسية لوضع الدستور ما بين المجلس الاستشاري الأعلان أن لجنة تأساسية اللي هتحوط الدستور هتبقى متاخبة من البرلمان وعالناحية التانية بنسمع التصريحات إن لقا حيكون فيه جزء أو نسبة من البرلمان ونسبة بالتعيين ونسبة النهاردة الصبح صحيح على أنه هيبقى يكون فيه نسبة من الشهداء يعني فيه تضارب كتير جدا في هذه التصريحات وكلها بتأتي في إطار أخذ والعطى يعني بنضرب وبنلاقي وبنشوف رد الفعل نشوف رد الفعل إزاي على كل المستويات تعليكك على دائم عايز الصراحة على الحب الصراحة دائم إيه؟ لا فيه أخذ ولا فيه أعط بمعنى هو فيه أخذ فقط من طيار معين ولو لجدنا مصار المعاركة التي بدأت منذ 19 مارس الدستور أولى والانتخابات الطيار الدين عشان نتكلم بصراحة بالزبط الانتخابات أولا أنه وقد كانت دا المدينية والدينية بنختلف حتى الآن وإصرار اللي يكون هناك داولة مدينية بالمعنى أنه يأخذ الحملة اللي ضد الدولة المدينية والليبراليين أنهم كفر سواء من السلفيين أو نص نص من بعض المتطرفين في الإخوان المسلمين المعركة التالتة للمبادئ الدستورية نحن في ورطة ما يسمى بالمبادئ الدستورية فتم رفض وثيقة الجمل ثم وثيقة السلمي ثم بدأ تخريج ما يسمى بالمجلس الاستشاري أن يضع قواعد للجلس التأسيسية رفضت وتم انسحاب الإخوان وبيغضع المجلس العسكري هو فعلي ورد فعل للذي يلغو ورقة الشارع من يلوح بورقة الشارع صاحب القرار بيغضع له